السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطلبات أهلا وبرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المحاسبة المالية النهاردة هنكلم سنة ثالثة كل سنة ونطيبين بداية عام دراس جديد أنا عارف أن سنة ثالثة مركزين بل بديم بدر كمان المذاكرة علشان عايزين يجيبوا ما جميع عايزين يخشوا كليات عايزين يخشوا كليات تربية وكليات تجارة فأنا عارف أن انتم مركزين أكتر أكتر حاجة السنة دي أنا معاكم من أول السنة هو عايزكم عشان نستفيد من الحلقات نطلع كشكلنا وكتابنا ونكتب أول بول بالألة الحزبة علشان لو في أي ملحوظة يبعطوننا على صفحة البرنامج وإحنا هنرد عليكم زي ما كنتم بتعملوا معنا في سنة تانية وفي سنة أولى أنا بشكركم على كلامكم الجميل على اليوتيوب وأنا واثق أن حلقات سنة ثالثة دي هتستفدوا منها أكتر خدوها للمراجعة وإنتوا قاعدين في البيت طبعا التعليم الفني والتلفزيون موفر لنا قناة جميلة عشان نتعلم منها طيب إحنا هنكلم سنة ثالثة شعبة إيه؟ شعبة تسويق هنكلمكم في المحاسبة إيه؟ المحاسبة بتاعتنا اسمها شركات المساهم يبقى سنة ثالثة شعبة تسويق هنكلمكم عن الشركات الإيه؟ المساهم طيب المنهج بتاعنا السنة دي بيتكون من إيه مستر أيمن؟ بيتكون من الأسهم لتكوين الشركات المساهمة بعد الأسهم هناخد حاجة اسمها توزيع الأرباح الأسهم دي هتاخد معنا حوالي أربع أو خمس حلقات بعد كده توزيع الأرباح هناخد فيها حلقتين إن شاء الله بعد كده هناخد السندات تاخد معنا حصتين أو ثلاثة حلقتين أو ثلاثة وناخد شركات القبضة والتابعة ونعمل أمثلة كتيرة نحل كتير خلي بالكم اللي امتحان بيجي بكذا طريقة ممكن يجي صح وغلط ممكن يجي اختيارات ممكن تيجي مسائل كتيرة متطورة فانا عايزكم خدوا أفكارنا حلوا عليها كتير اتدربوا عليها كتير وأنا واثق إن انتوا هتجيبوا مجامع كويسة طيب يبقى النهاردة نتكلم إيه؟ سنة ثالثة المحاسبة في الشركات المساهمة للصف الثالث شعبة تسويق أيوة توزيع الأرباح السندات الشركات القبضة والإيه والتابعة تعالوا أول موضوع عندنا في محاسبة الشركات المساهمة رأس المال بتاع الشركات المساهمة هنقول رأس مال الشركات المساهمة بينقسم إلى أسهم متساوية القيمة ويأخذ عدة صور ايه هو بقى رأس المال بنعمل منه كم صورة يا مستر أيمان بنعمل منه تلاتة يبقى أنواع رأس المال تلاتة يا ولات يعني إما رأس المال مصرح به أو اسمي أو مرخص به يبقى رأس المال اسمه مصرح به أو اسمي أو مرخص به ده مبلغ لازم لتحقيق أغراض الشركة وده بتكتب في عقد الشركة بس ما بستعملوش في المسألة إلا إذا قال لي تم زيادة رأس المال من المصدر المرخص به لكن المرخص به في الأول ما بستعملوش ده بتكتب في عقد الشركة طيب تاني نوع من رأس المال اسمه رأس المال المصدر رأس المال الآيه المصدر ده عبارة عن ايه؟ عدد الأسهم المقتروحة للكتاب العام يبقى أول رأس المال اسمه رأس المال مرخص به تاني نوع اسمه رأس المال الآيه المصدر تالت نوع من رأس المال اسمه رأس المال المدفوع وهو الجزء المدفوع من رأس المال الاسهم اللي سوف تسدد على الاقصاد طيب هنقول ايه بقى اسهم رأس المال خلي بالكم الحتة دي عشان بتيجي كمان في اسئلة يتكون رأس مال الشركة المساهمة من حصص متساوية من رأس المال تسمى اسهم نص القانون ان لا تقل قيمة السهم عن كم جنيه عن خمسة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه تعالوا نفهم دي يبقى في اسهم القيمة الاسمية ما تقلش عن كم يا مستر ايمان عن خمسة وما تزيدش عن كم عن الف جنيه يبقى في المسألة لو قال لي الحد الابنى للقيمة الاسمية اقول له كم حد ادنى يعني اقل حاجة يعني خمسة جنيه ولو قال لي حد اقصى اقول له الف جنيه طيب اول حالة هناخدها النهاردة اسمها اكتتاب المؤسسين في الاسهم يعني اكتتاب المؤسسين في الاسهم يا ولادي يعني المؤسسين اللي هيدفعوا الفلوس طيب هيروحوا يدفعوا فين يا مستر ايمان يدفعوا في البنك هياخدوا شمطة الفلوس يتوجهوا الى يتوجهوا الى البنك عشان يدفعوا في البنك يبقى البنك زيت يبقى قول من حساب البنك الى حساب المؤسسين طيب لما دفعوا في البنك هياخدوا رأس مال يبقى يبقى شركة في الشركة يبقى من المؤسسين لرأس ايه المال طيب لما المؤسسين بيكتتب واحنا بنسميه اكتتاب ايه ده مستر اي من اسمه اكتتاب مغلق طيب اول قانون عايزه نحفظه ونفهمه حلو جدا ده لنستخدمه على طول طول السنة يبقى في هذه الحالة يتم تكوين الشركة بوسطة مؤسسيها فقط رأس المال بيساوي ايه يا مستر اي من بيساوي عدد الاسهم في القيمة الاسمية يبقى اول قانون رأس المال هيساوي عدد الاسهم في القيمة الاسمية ايوه نقول مع بعضينا كده رأس المال المصدر هيساوي ايه حاجة في حاجة هيساوي عدد الاسهم في القيمة الايه الاسمية طب افرد يا مستر ايمن مش عايز رأس المال احنا لو عايزين رأس المال هندرب عدد الاسهم في القيمة الاسمية افرد عايز عدد الاسهم او القيمة الاسمية يلا نقول مع بعضينا بقى لو عايز عدد الاسهم هقسم رأس المال على القيمة الاسمية يبقى لو عايز عدد الاسهم هقسم رأس المال على القيمة الاسمية طب لو عايز القيمة الاسمية هقسم رأس المال على عدد الاسهم يبقى هقسم الاتنين اللي هو مدهم لي على بعض يديني القيمة الاسمية بس يبقى أقسم رأس المال اللي هو الكبير تمام اللي رأس المال بيجنيه وبيبقى كبير طيب تعالوا بقى لو المؤسسين حطوا الفلوس في البنك هنسطر دفتر اليومين اللي خدناه في سنة أولى وفي سنة تانية هنكتب إيه بقى من حساب البنك إلى حساب المؤسسين تاني من حساب البنك يعني من حساب البنك يعني الفلوس زادت في البنك معن ضمن حسابي جوه البنك ومين اللي دفع الفلوس المؤسسين تعالوا بقى الشرح القيد اللي هو اللي تحت القيد ده مهم يا مصر مهم جدا 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 ده الأرقام كلها هنكتبها فيه هنقول كلمة اكتتاب كلمة اكتتاب يعني شراء يبقى من حساب البنك الى حساب المؤسسين شرح القيد اكتتاب المؤسسين في عدد كذا سهل فيه القمس الاسمية يعني ايه عدد الاسهم يعني عدد اسهم اللي في التمرين 10.000 اكتب 10.000 القمس الاسمية 100 اكتب القمس الاسمية 100 يبقى من البنك للمؤسسين هنعمل قد واحد ولا بنعمل قدين السنادي اولاد بنعمل قدين فنقول من البنك للمؤسسين ورحل المبلغ المحصل من المؤسسين لرأس المال فاقول القود التالي من حساب المؤسسين الى حساب رأس المال اقول ايه بقى اصدار واضرب عدد الاسهم في القومة الاسمية يبقى القودين تاني مع بعضينا علشان تطلعهم من الحلقة فاهمين كل حاجة من البنك للمؤسسين اكتتاب المؤسسين في عدد في القومة الاسمية من البنك للمؤسسين القود التالي من حساب المؤسسين الاحساب رأس المال اصدار يبقى اكتتاب اصدار اكتتاب اصدار اكتتاب اللي فيه البنك اصدار اللي فيه رأس المال برافو عليكم طيب ممكن مثال يا مستر ايمان عشان نركز مع بعضينا كده فقال لي ايه اتفقت مجموعة من الاشخاص على تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره خمسة مليون جنيه انا بعمل ايه اولاد في المسألة لازم اطلع عندي تلات حاجات لازم اطلع رأس المال ولازم اطلع القيمة الاسمية واطلع عدد الاسم يبقى انا في بداية اي مسألة لازم اطلع التلات معطيات ايه هما التلات معطيات رأس المال والقيمة الاسمية وعدد الاسم حلو خالص طب افرض مديني رأس المال والقيمة الاسمية ومش مديني عدد الاسم خلاص بقى نجيب القانون اللي احنا نسه حفظينه هنجيب عدد الاسهم نقسم رأس المال على القيمة الاسمية طيب لو مديني القيمة الاسمية ومديني عدد الاسهم ومش مديني رأس المال هضرب اضرب عدد الاسهم في القيمة الاسمية طيب لو عايز القيمة الاسمية هقسم رأس المال على عدد الايه الاسم يبقى لازم وانا بقرأ المسألة اروح مطلع تلات حاجات ايه هما رأس مال وعدد اسهم وقيمة اسمية طيب خلي بالكم بقى رأس المال لازم يبقى بالجنيه يقول لي رأس المال 3 مليون جنيه رأس المال 2 مليون جنيه رأس المال مليون جنيه او لو كتب لي رأس المال مقسم إلى 20 الف سهم اقول له ده مش رأس المال ده عدد اسهم يبقى لو عطاه لي بالسهم يبقى اقول له ده عدد ايه اسهم طيب والقيمة الاسمية بالجنيه طيب وعدد الاسهم لازم يبقى فيها كلمة سهم خلي بالكم عشان انا عارف فيه طلبة مع اول حلقة كده بتطلق بط في حاجات صغيرة يبقى رأس المال لازم يبقى بالجنيه قولي 3 مليون جنيه 2 مليون جنيه طيب وعدد الاسهم بالسهم والقيمة الاسمية بالجنيه تعالوا مع بعضينا بنرجع القانون الاولاني يبقى رأس المال بيساوي ايه عدد الاسهم في القيمة الاسمية رأس المال بيساوي عدد الاسهم في القيمة الاسمية طيب ولو عايز عدد الاسهم يبقى يقسم رأس المال على القيمة الاسمية طيب لو عايز القيمة الاسمية يبقى يقسم رأس المال على عدد لايه الاسم يلا نقول اول قدم مع بعضين من حساب البنك الى حساب المؤسسين ايوا سمع ولد شطر بيقول معايا من البنك للمؤسسين القد التاني من المؤسسين لرأس المال طيب القد الاولان اسمه ايه اكتتاب والقود التاني اسمه ايه اصدار يبقى من البنك للمؤسسين اكتتاب تشوف مع بعضنا المثال بقى اولاد يلا نكتب ورا بعضنا اتفقت مجموعة من الاشخاص على تكوين شركة مساهمة برأس مال قدره خمسة مليون جنيه يبقى رأس المال كام؟ خمسة مليون جنيه يبقى ده رأس مال مقسم لأسهم القيمة الاسمية خمسين جنيه اه كده مديني رأس مال ومديني قيمة اسمية يبقى ناقس ايه يا اولاد ناقس ايه يا مستر ايوة برافو عليك مركز معايا عدد الاسهم وقد اكتتب المؤسسين في جميع الاسهم هو اللي قال لي هو من اللي دفع الفلوس المؤسسين وتم دفع القيمة بالكامل في احد البنوك المصرية وصدر قرار تكوين الشركة في اول مايو عشرين واحد وعشرين طب احنا منا بقرار التكوين ده اقول لكم دلوقتي هنعمل بايه طالب مني احنا مطلوب منينا في الجزء الاولاني ده قيدر يومية بس يا اولاد طب نرخص المسألة بقى لما نيجي نحيلي لازم نقول كده رأس المال خمسة مليون جنيه قيمة الاسمية خمسين طب هو مديني رأس مال ومديني قيمة اسمية ناقس حاجة من التلاتة قلنا في المسألة لازم رأس مال قيمة اسمية عدد اسم ايوة برافو بنت مركزة يبقى ناقس عدد الاسم هقسم رأس المال على قيمة الاسمية خمسة مليون على قيمة الاسمية خمسين يطلعوا ميت الف جنيه مين اللي خدهم هو ما قاليش في المسألة لسه الا اللي خدهم ودفعهم المؤسسين يلا نقول ايه بقى هنقول من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين واجب بقى عدد الاسم اللي انا لسه مطلعها عشر تلاف فيه قيمة الاسمية كام خمسين يبقى عشر تلاف في خمسين ايوة هيطلع خمسة مليون جنيه طيب ومن المؤسسين لرأس الايه المال اصدار الميت الف في قيمة الاسمية خمسين طلعوا لخمسة مليون التاريخ بقى بنكتب انيه تاريخ يا مستر تاريخ اصدار تكوين الشركة قررت الشركة تكوينها واصدارها وتم تسجيلها في الشهر العقاري او في السجل التجاري في واحد خمسة يبقى نكتبها في واحد خمسة برافو عليكم هنعمل مثال تاني يا ولد بيقول لي تكونت شركة مساهمة برأس مال مقسم الى خمسين الف سهم رأس مال مقسم الى خمسين الف سهم ده رأس مال ولا قيمة اسمية ولا عدد اسهم سمع ولد بيقول لي مكتوب رأس مال بس كاتب لي خمسين الف سهم يا ولد خمسين الف سهم يبقى ايه برافو مركز انت معايا بعد الحلقة ديك حاجة حلوة ان شاء الله هاش انت مركز واحد معايا خمسين الف سهم اللي هو عدد الآسهم برافو عليك طيب القيمة الاسمية كام اربعين كده يبقى ناقص ايه هو بديني عدد الاسهم و القيمة الاسمية يناقص رأس المال هجي برأس المال قسم ولا درب لما جي برأس المال هضرب هضرب عدد الاسهم في المل Bieber مين اللي اقتتب يا ولد هل اقتتب المؤسسين في الاسهم وتم دفع القيمة في احد البنوك هما كانوا اتكونت في واحد سبعة بس صدر قرار تكوين الشركة في اول اكتوبر عشرين واحد وعشرين اول الشهر بتاعنا دوت صدرت قرار تكوين الشركة يبقى هناخد اني واحد فيهم واحد سبعة ولا واحد عشرة لو اول اكتوبر وعشرين واحد وعشرين ايوه هناخد واحد عشر المطلوب كدر يوميه طيب الاخص المسألة عدد الاسهم خمسين الف سن القيمة الاسمية اربعين كده ناقص الحاجة التالتة اللي هي رأس المال اكتب القانون رأس المال بيساوي عدد الاسهم في القيمة الاسمية عدد الاسهم خمسين الف فاربعين يبقى رأس المال اتنين مليون جنيه مين اللي دفع الفلوس هو قال لي في المسألة المؤسسين يبقى روح كاتب كده من حساب البنك الى حساب المؤسسين من حساب البنك الى حساب المؤسسين بنتي بتقول لي طب يا مستر ايمان ليه قلت البنك فوق وقلت المؤسسين تحت قلت البنك فوق عشان انا حطيت فلوس في البنك فالبنك يزاد بقى مدين واللي بيزيد ومدين بيجي فوق ومين اللي دفع الفلوس وقال له المؤسسين يبقى من البنك الى حساب المؤسسين شرح القيد اقول اكتتاب المؤسسين في خمسين الف سهم في القيمة الاسمية اربعين واجيب الايل اضرب خمسين الف فاربعين يطلع رأس المال اللي انا كنت جايبه اثنين مليون جنيه القيد التاني بنا اقولت القيد الاولان من البنك للمؤسسين اكتتاب القيد التاني من المؤسسين لرأس المال اصدار ايوة خمسين الف سهم في كام فاربعين تطلع اثنين مليون اكتب واحد سبعة الى واحد عشرة برافو اكتب تاريخ اشهار الشركة لو واحد عشرة الفين واحد وايه وعشرين طيب ناخد تمرين تاني يا مستر اتفقت مجموعة من الاشخاص على تكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره عشرة مليون جنيه ايه الارقام الكبيرة دي يا مستر ايمن ما تجيب لنا ارقام صغيرة استولاد احنا في شركات مساهمة والشركات المساهمة رأس مالها ما بيقلش عن ربع مليون جنيه او نص مليون جنيه لو فيه مؤسسين ومكتتبين فلازم رأس المال بيبقى كبير يبقى معلش شوية الارقام كبيرة عشان احنا في شركات مساهمة رأس المال قدره عشرة مليون جنيه مقسم لأسهم عادية قيمة السهم 100 جنيه وقد اكتتب المؤسسون في الأسهم وتم دفع القيمة بالكامل في أحد البنوك المصرية صدر قرار تكوين الشركة في أول مايو 2020 واتفقنا المطلوب على طول في المسائل السنة دي في الجزء الأولاني القيود اليومية اللازمة تنحل مع بعض هو مش مديني عدد الأسهم لكن الكيمة مديني رأس المال والقيمة الإسمية واحنا اتفقنا لازم ثلاث حاجات في المسألة رأس مال عدد أسهم كيمة إسمية هو مش مديني عدد أسهم يبقى اكتب القانون اللي هو عدد الأسهم المصدر هيساوي رأس المال على القيمة الإسمية ما ضربناش ليه عشان مش عايزين رأس المال دي احنا عايزين عدد الأسهم أو القيمة الإسمية بأسم أقسم العشرة مليون اللي هو رأس المال على القيمة الإسمية 100 يطلعوا عشر تلاف سهم بعدد الاسهم بالاسهم عشر تلاف سهم بتاعنا اعمل الكيوت هنقول ايه من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين عشر تلاف ايوة في مية ماشي يا مستر من المؤسسين لرأس الايه المال من المؤسسين لرأس الايه المال التاريخ اللي هتكتب بقى واحد خمسة برافو عليكم تعالوا تمرين تاني على المؤسسين بس بقول لي ايه تكونت شركة مسامة مصري برأس مال قدره عشرين الف سهم قيمة الاسمية خمسين اقتطب المؤسسين في الاسهم وسددوا القيمة بس اتدفع في اول ايه اكتوبر طيب لما نجي حل هنضرب برضو عدد الاسهم ميتين الف سهم والقيمة الاسمية خمسين كده ناقص ايه ايوة ناقص رأس المال اجيب رأس المال هاقسم المرة دي ولا اضرب المرة اللي فات كان عايز عدد الاسهم فاقسمت المرة دي عايز رأس المالي بها اضرب ميتين الف سهم في خمسين يطلع بعشرة مليون جنيه هنقول للقيود بقى من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين في متين الف سهم في خمسين قده اللي بعديه من المؤسسين لرأس المال هقول ايه اصدار للمؤسسين متين الف في كام في خمسين التاريخ اللي يتكتب يا مستر ايمن واحد كام واحد عشر برافو عليكم تعالوا بقى ركزوا معايا في الحتة اللي هقولها دي معلش عشان بتيجي في اسئلة اختيارات بيقول لي ايه تصدر الشركة اسهم يتم تحصيل كمية نقضة سواء اسهم عادية او اسهم ممتازة وعندنا نوعين من الاسهم يا اما اسهم عادية يا اما اسهم ايه ممتازة ممكن تحصل قيمة السهم اما مرة واحدة او على اقصاد احنا شغالين دلوقتي على مرة واحدة طب وانا شغلت سادات كمية السهم دفعة واحدة انا خدت من شوية اكتتاب المؤسسين فاكرين سميت اكتتاب المؤسسين ده اكتتاب ايه ايه اكتتاب مغلق تعالوا بقى عشان بتيجي في الاختيارات يقول لي تصدر الاس شركة الاسهم يتم الاكتتاب كالادي لو اكتتاب المؤسسين في الاسهم بالكامل لو المؤسسين بس بسميه بقى اكتتاب خاص او مغلق او عائلي يبقى لو المؤسسين بس اختار ايه يا خاص يا مغلق يا عائلي يبقى دا اسمه اكتتاب الايه المؤسسين طب لو الجمهور اللي اكتتبوا بس بقول اكتتاب عام وامتى الجمهور يكتتبوا بس لو هزود رأس المجل يبقى اكتتاب عام يبقى في اكتتاب خاص او مغلق واكتتاب عام خاص امتى لما يكون في مؤسسين عام لما يكون في ايه جمهور او مكتبين بس طيب في مؤسسين وفي جمهور مؤسسين ومكتبين اسمه اكتتاب مشترك اكتتاب ايه مشترك يبقى انا عندي تلات انواع من الاكتتاب اكتتاب خاص او مغلق ده مؤسسين بس اكتتاب عام ده الجمهور اللي هم المكتبين بس اكتتاب مشترك اللي هما اللي اتنين مع بعض المؤسسين والاي والمكتتبين تعالوا بقى لو المكتتبين اللي هو احنا سميناه دلوقتي اكتتاب عام هما اللي هيدفعوا الفلوس هقول ايه يقول لي بعد تكوين الشركة تحتاج الشركة الى اموال جديدة فتقوم باصدار اسهم جديدة وتطرح على الجمهور فقط ويتم اثبات ذلك على قدين يومية كما يلي اللي هما الجمهور اللي هما المساهمين الجمهور ليهم اسماء تاني اولاد اسمهم المساهمين او يقول لي طرحة للاكتتاب العام اللي انا بكتبها مكتتبين يبقى تاني بقى يبقى الجمهور هما هما مين تاني هما هما المساهمين ممكن يكتب لي جملة تالتة اسمها طرحة للاكتتاب العام اعرف اي كلمة من دولة بكتب انا كلمة ايه المكتتبين يبقى المكتتبين اللي هما الجمهور اللي هما المساهمين اللي هي طرحة للاكتتاب العام طيب لو حطوا الفلوس في البنك هقول من البنك الى حساب المكتتبين في الاسهم غيرت ايه ايوه برافو عليك ممتازة يا اللي مركزة معايا انت شطرة غيرت كلمة المؤسسين وحطيت ما كانها كلمة المكتتبين يبقى من البنك للمكتتبين طب الكود اللي بعديه هقول ايه هقول من المكتتبين الى حساب رأس مال الاسهم طب والكلمتين هما هما يا مستر ايمن اكتتابوا اصدار ايوه اكتتابوا ايه واصدار يبقى نقول القادرين تانية ولاية من البنك للمكتتبين في الاسهم القادر اللي بعديه من المكتتبين في الاسهم لرأس الايه المال طب مثال يا مستر ايمن هو ممكن مكتتبين بس في المسألة اه وخلي بالكم معي جايب لكم مسألة عليها بيقول لي ايه بقى شركة مساهمة نظرا لحاجتها لاموال جديدة التمرين ده من كتاب من الكتاب اللي مقرر علينا السنة دي يعني ممكن نفتح الكتاب وانطبع مع بعضنا التمرين شركة مساهمة مصرية نظرا لحاجتها لاموال جديدة اصدرت عدد من الاسهم العادية قيمتها خمسة مليون جنيه يبقى ايه ده ده رأس مال ولا قيمة اسمية ولا عدد من الاسهم يقول لي اصدرت عدد من الاسهم قيمتها خمسة مليون جنيه برافو ده رأس مال القيمة الاسمية كان مية وقد عرضت الاسهم شوف هنا حطت لكم خط تحت ايه بقى للاكتاب العام على الجمهور يبقى مين بقى او قال لي تعرضت الاسهم على الاكتاب العام على الجمهور يبقى مؤسسين ولا مكتبين مكتبين ممتازين ممتازين يبقى كلمة اكتاب عام او جمهور يبقى مكتبين وحصلت القيمة مرة واحدة في احد البنوك الشركة وذلك في 11-20-20 قلنا المطلوب هيطلب منين ايه في الجزء الاولاني قيود اليومي تعالي حل بقى انا عايز اطلع عدد الاسهم اجيب الزيادة في رأس المال على القيمة الاسمية زودت رأس المال 5 مليون جليم والقيمة الاسمية كان 100 يبقى 5 مليون على المية طلعوا 50 الف سهل مين اللي دفع الفلوس هو قال لي طرحت للاكتاب العام والجمهور يبقى هكتب مؤسسين ولا هكتب مكتتبين برافو هكتب مكتتبين عشان الجمهور او المساهمين او تروح حط الاجتتاب العام يلا مع بعضينا بقى نقول القيود وانا سمعكم انا هسكت وانت تقولوا من حساب البنك الى حساب المكتتبين برافو اكتتاب الجمهور في 50 الف سهم في 100 50 الف في 100 تطلع بكام بخمسة مليون جنيه القد التاني ايوه برافو من المكتتبين في الاسهم لرأس الايه الميل انا سمعكم اصدار 50 الف في السهم الكمة الاسمية كام 105 مليون اكتب تاريخ تكوين الشركة اللي هو واحد كام 11 كتبنا للمكتتبين يا مستر ايمن ما كتبناش للمؤسسين علشان هو قال لي طرحت للاكتتاب العام على الجمهور طرحت على الاكتتاب العام على الجمهور طيب افرد يا مستر ايمن في مؤسسين وفي جمهور اللي هم مكتتبين هنعمل كام كيد قال لي هتعمل اربع قيود يبقى لو في مؤسسين ومكتتبين هنعمل في المسألة كام كيد يا مستر ايمن اربع قيوت. ايه هما الاربع قيوت? هنعمل القادم بتاعنا العادين خالص. لهم من البنك للمؤسسين ونرجع نقول من المؤسسين لرأس المال. والقاد الاولاني يبقى اكتتاب والقاد التاني اصدار. طيب وارجع عامل القادم بتاع المكتتبين بقى. من البنك للمكتتبين ومن المكتتبين لرأس ايه? المال. تعا نشوف الكلام ده على الشاشة. بيقول لي ايه? الحالة تانية اصدار الاسهم للمؤسسين والجمهور اللي هو الاكتتاب المشترك قلنا مؤسسين وجمهور مع بعض بنسميه اكتتاب ايه مشترك في هذه الحالة يقوم المؤسسين بالاكتتاب في جزء من الاسهم مع طرح الباقي للاكتتاب العام على الجمهور ونثبت ذلك في اربع قيوط هنعمل قادين للمؤسسين وقادين للجمهور اللي هم المكتتبين اللي هم المساهمين لما تروح على اكتتاب العام نقول بقى القيود مع بعضينا انا هسيب الشاشة وانتو تقولوا معايا يبقى نقول ايه ايوة من حساب البنك الى حساب المؤسسين قد اللي بعديه من حساب المؤسسين الى حساب رأس المال بعد كده من حساب البنك الى حساب المكتتبين اكتتاب الجمهور او المكتتبين في عدد الاسهم في القيمة الاسمية بعد كده من المكتتبين الى رأس الايه المال تعاني ادي بقى مثال يا مستر ايمن على الموضوع دوت وخلي بالكم بقى نركز نكتب ورايا المسألة ما فاشلة حكتين صغيرين يا ولاد يلا نكتبها بسرعة مع بعضين بيقول لي في اول مارس عشرين واحد وعشرين تأسست احدى الشركات المساهمة برأس مال قدره اربعة مليون جنيه رأس المال اربعة مليون جنيه بقى ده رأس مال عشان جنيه برافو مقسم الى اسهم القيمة الاسمية مية وقد اكتتب المؤسسين في تلاتين الف سهم وطرح الباكل الاكتتاب العام مع سداد قيمة السهم مرة واحدة وشرت الشركة بتاريخ واحد ستة عشرين واحد وعشرين خلي بالكم يا ولاده هم مديني رأس المال اربعة مليون والقيمة الاسمية كام مية بنت تقول لي طب هم مديني عدد الاسهم هو تلاتين الف اقول لها لا اه ده مش عدد الاسهم كله ده عدد الاسهم بتاع المؤسسين بس وفيه وطرح الباكل الكتاب العام يعني فيه مكتتبين يبقى كده المسألة نقص عدد الاسهم كله كام نقص عدد الاسهم وما للتلاتين الف دي بتاعتين دي بتاعت المؤسسين بس يبقى انا لازم اجيب عدد الاسهم كله وبعد كده اشوف المؤسسين ياخدوا كام والمكتتبين ياخدوا كام طيب اجيب عدد الاسهم ازاي سامع ولد شاطر مركز سامعي قال لي خلاص يا مستر ايمن عرفنا هنجيب رأس المال ونقسمه على قيمة الاسمية لعدد الاسهم رأس المال اللي هو كان كام يا مستر كان اربع مليون والقيمة الاسمية كان مية يبقى هنجيب عدد الاسهم رأس المال اربع مليون على المية طلع اربعين الف طب هو مديني تلاتين دولة تلاتين بتاع المؤسسين طب هم اربعين عاطينا للمؤسسين تلاتة تلاتين هيتبقى كام للمكتتبين هيتبقى عشر تلف يبقى هنعمل ايه هنجيب عدد الاسهم ونشوف المؤسسين خدوا كام والمكتتبين ياخدوا كام طب هنعمل كام قيد قيدين والا اربعة برافو انت مركز معي نعمل اربع قود عشان فيه مؤسسين ومكتتبين معي بقى على الشاشة يبقى هنجيب اول حاجة عدد الاسهم هنقسم ايه على ايه رأس المال على قيمة الاسمين رأس المال اربعة مليون جنيه على المية طلوه اربعين الف قدي كام للمؤسسين برافو تلاتين الف للمؤسسين طب هم اربعين المؤسسين خدوا تلاتين الباقي من الاربعين كام ايوة باقي عشر تلاف جنيه هتديهم للاكتتاب العامل هم المكتتبين هنعمل كام قيد اتفقنا اربع قيود انا حطيتهم لكم كلهم في شريحة واحدة عشان نتحلهم معي من البنك نقول مع بعضينا من البنك للمؤسسين اكتتاب المؤسسين اخذ الاربعين ولا التلاتين اخذ بتوحهم بس لهم التلاتين الف فيه كمه الاسمية كام مية يبقى من البنك للمؤسسين اكتتاب المؤسسين تلاتين الف في مية يطلع تلاتة مليون من المؤسسين لرأس المال اصدار تلاتين الف في مية تطلع برضو بتلاتة مليون نرجع نعمل تاني للمكتبين بقى من البنك للمكتبين اكتتاب الجمهور او المكتبين هاخد التلاتين ولا اخد الباقي اللي هم العشرة برافو هاخد العشرة او حد ينسى اكتب التلاتين ما التلاتين خدهم المؤسسين لكن المكتبين اللي هم الجمهور خدوا كام عشرة يبقى اكتتاب الجمهور عشر تلاف في مية يطلع بمليون والقد اللي بعدين من المكتبين لرأس المال اصدار عشر تلاف كام في مية ولد بيسألني بيقول لي طب انا عايز اتأكد مسألتي صح ولا غلط ايوا اعمل ايه اجمع فلوس رأس المال رأس المال كان 3 مليون اللي دفعوهم المؤسسين ورأس المال اللي دفعو المكتبين مليون 3 مليون ومليون هيطلع الاربع مليون اللي كان مدالي في بداية المسألة يبقى لو انا اضرب صح واسهم صح وحاسب صح اجمع فلوس رأس المال لازم يطلع رأس المال اللي في الايه اللي في الشركة برافو عليكم هاخد بقى شوية تدريبات كتير على المسائل دي علشان ادي افكار كتير وانا شغال كده خلي بالكم بقى ممكن يقول ليه بنسبة 2 ل 3 60 و 65% و 75% يبقى عايز اعرف عشان في طلبة بتتلغبط لما تلاقي المسألة جايالي بنسب فبعد اذنكم قالتكم عاية دلوقتي والقلم هم رقمين بس هلنكتبهم ونقسم دولة ياخدوا كام ودولة ياخدوا كام عشان تتعودوا على كده يلا نقرأ مع بعضنا مسألة تانية فيقول لي في اول يونيو 20-20 تكونت احدى الشركات المساهمة برأس مال قدره 75 الف ساهم الله هو رأس مال ولا 75 الف ساهم اه هو عايز لغبطني وكاتب لي رأس المال مقسم الى 75 الف ساهم يبقى ده عدد اسهم القيمة الاسمية كام 25 اكتتب المؤسسين في كام يا مستر ايمن في 60% من الاسهم يعني يا مستر ايمن المؤسسين 60% احنا بنطلق بقى فيها دي ركزوا معي عشان اعلمها لكم كويس بطريقة سهلة خالص اكتتب المؤسسين في 60% من الاسهم وترحى الباكل للاكتتاب الايه العام وتم الاكتتاب في جميع الاسهم وسددت القيمة مرة واحدة واشهرت الشركة بتاريخ 1-9-20-20 المطلوب كيود الايه اليومي تعالوا ياولاد الاول انا ما عنديش رأس المال هو مديني عدد الاسهم 75 الف ومديني القيمة الاسمية 25 اتفقنا لما نجيب رأس المال هنضرب عدد الاسهم في القيمة الاسمية عدد الاسهم 75 الف سهم فيه 25 هتطلع الالة مليون 875 الف جنيه ده رأس المال بصوا بقى وركزوا معي في الحتة اللي اقولها دي انا عايز ادي المؤسسين ودي المكتتبين هدي من اللي طلع ولا من عدد الاسهم برافو انت مركزها معي اللي بتقسم عدد الاسهم مش رأس المال انا مليش دعوه هو عايز مني ايه عايز مني عدد اسهم عايز مني رأس مال عايز مني كما اسمية بجيبه لكن اللي بشتغل عليه كله عدد الاسهم يبقى نرجع بقى نقول عدد الاسهم كام 75 الف يبقى انا اضرب 75 الف في 60 علامية يبقى انا خدت ايه ما خدتش المليون 800 75 الف اللي من الاسه اللي مركزها معي على الشاشة خدت ايه خدت عدد الاسهم اللي هو 75 الف في 60 علامية أيوة بنت عملت على الآلة 75 ألف في 60 عالمية بقى المؤسسين خدوا 45 طيب يبقى المكتتبين خدوا كام أنا مش أقولي لما أنتوا تقولوا هما 75 ألف المؤسسين خدوا 45 ألف سهل هقولها بطريقة أبسط معاكي 75 جنيه صرفت منهم 45 يتبقى كام برافو هطرح 75 من 45 يتبقى 30 يبقى 75 ألف في 60 عالمية طلعوا المؤسسين 45 المكتتبين ياخدوا الباقي بقى أقول 75 ألف نقص 45 ألف طلعوا 30 ألف سهل يبقى المؤسسين خدوا 45 والمكتتبين خدوا الباقي باقي 75 باقي كام 30 ألف كده يا مستر أيمن هنعمل كودين ولا أربعة كودين لا هنعمل أربعة نعمل أربعة ليه عشان فيه اتنين مؤسسين واثنين مكتتبين اتنين مؤسسين واثنين ايه مكتتبين يلا نقولهم مع بعضينا كده وانا سامعكم من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين في 45 ألف سهم القيمة الاسمية كام 25 جنيه أضرب 45 ألف فيه القيمة الاسمية 25 جنيه هتطلع على الآلة مليون مية خمسة وعشرين ألف جنيه الأرقام الكبيرة وما نتخضش علشان دي شركات مساهم الكودة اللي بعديه من حساب المؤسسون أو المؤسسين إلى حساب رأس المال المال إصدار 45 ألف سهم فيه 25 هتطلع على نفس الرقم مليون مية خمسة وعشرين ألف جنيه يبقى انا عملت الكودين بتوع المؤسسين أخش على الكودين المكتتبين من حساب البنك إلى حساب المكتتبين في الأس اكتتاب الجمهور في 45 ولا في 30 برافو في 30 احنا خلاص خلاصنا 45 يا مستر احنا مركزين معاك احنا مركزين 45 دولار بتوع المؤسسين يبقى انا اخد التانين بقى بتوع المكتتبين 30 ألف في كام في 25 يبقى 75 ألف سهم 30 ألف في 25 يبقى 750 ألف جنيه كود اللي بعدي من المكتتبين إلى حساب رأس المال إصدار 30 ألف سهم الكمة الاسمية كام 25 يبقى 750 ألف جنيه عايزة تأكد مسألتي صح والله غلط اعمل ايه اجمع فلوس ايه رأس المال مليون 250 ألف جنيه مع 750 ألف يطلع مليون 875 ألف جنيه اللي هو كان رأس المال برافو عليكم يلا بصوا بقى أولاد ممكن يديني بقى مسائل ويقول لي اختاري الإجابة الصحيح يعني ايه يجيب الجزء النظري أو الجزء اللي احنا خدناه دوت ويقول لي اختاري الإجابة الصحيحة جي السنة اللي فاتت اه جيه ممكن يجي صح وغلط وبيبقى عليه درجات كبيرة فلازم نركز في الجزء النظري علشان هيجي لي على هيئة ايه اختيارات على هيئة اكمل على هيئة صح وغلط مع اول حلقاتنا في منهج سنة ثالثة هدربكم كل حلقة على شوية اختيارات وشوية صح وغلط وشوية مسائل من المسائل المتطورة خلي بالكم عشان الموضوع ده مهم جدا جدا في طلبة بتنساه خالص تيجي في الآخر تفاجئ به يلا بقى بيقول لي ايه اختاري الإجابة الصحيحة من الإجابات الاتية الحد الأدنى للقيمة الاسمية عشرة ولا خمسة ولا ألف انا مش هتكلم احنا قلنا القيمة الاسمية ما تقلش عن كام عشرة لا ألف لا القيمة الاسمية ما تقلش عن كام عن خمسة جنيه يبقى الحد الأدنى خمسة جنيه برافو طيب الحد الأقصى للقيمة الاسمية احنا قلنا ما تقلش عن خمسة وما تزيدش عن مية لا عن ألف برافو يبقى القيمة الاسمية ما تقلش عن خمسة وما تزيدش عن ألف جنيه برافو عليكم طيب واحدة تانية في اكتتاب المؤسسين فقط في اكتتاب المؤسسين فقط في الاسهم يسمى ايه يسمى اكتتاب مفتوح ولا اكتتاب مغلق ولا اكتتاب مشترك مؤسسين بس ايوه برافو عليكم مغلق يبقى اكتتاب ايه مغلق برافو طيب الحد الادنى للمؤسسين المؤسسين ما يقولوش عن كم في المية من الاسهم قلتلكم خلي بالكم المؤسسين ما يقولوش عن برافو عن خمسين في المية طيب الحد الاقصى بتاحهم كم يا مستر ايمن قال للحد الاقصى للمؤسسين كم في المية خمسة وسبعين في المية طيب رأس الملة ما يكون فيه مؤسسين بس ما يقلش عن كم يا مستر عن ميتين وخمسين الف جنيه تعالوا بقى ندي امثلة كتير على المؤسسين والمكتتمين عشان ادربكم على الحل بالاربع قيود وتعرفوا وتحلوا ازاي فكرة تاني بقى فبيقولي في 31-23-20 تأسست احدى الشركات المساهمة برأس مال قدره مقسم الى مية وخمسين الف ساهم رأس مال مقسم الى مية وخمسين الف ساهم برافو عليك انت ولد ممتاز احمد قلتلي ده مش رأس مال ده وعايزي لغبطني بدل قال لي مية وخمسين الف ساهم بدا عدد اسهم برافو عليك القيمة الاسمية اربعين جنيه كده يبقى ناقص ايه هو مديني عدد الاسهم ومديني القيمة الاسهم يبقى ناقص ايوة ناقص رأس المال اكتتب المؤسسين في تسعين الف ساهم هو قال لي المؤسسين خدوا تسعين الف ساهم وقد اكتتب الجمهور في باقي الاسهم وسددت القيمة مرة واحدة في البنك وشهرة الشركة في وحد اربعة عشرين عشرين المطلوب عايز مني ايه كيد الايه اليوم ايه تعالنا اعمل تبهيد الحل مهم جدا جدا يا ولد اول حاجة اعمل ايه اجيب عدد الاسهم عدد الاسهم مية وخمسين الف طب هو مش مديني رأس المال هضرب عدد الاسهم الى مية وخمسين الف في اربعين عشان يطلع رأس المال يطلع ستة مليون جنيه يبقى رأس المال ستة مليون هسأل سؤال وركزه معي هدل المؤسسين والمكتبين رأس المال ولا عدد اسهم اللي بقسمه عدد الاسهم ولا رأس المال برافو عدد الاسهم عدد الاسهم اللي هو كان مية وخمسين الف ساهم هو قال لي المؤسسين هياخده كام تسعين الف مية وخمسين الف المؤسسين خده تسعين يتبقى كام للمكتبين يا مستر ايمان مية وخمسين خدنا منهم تسعين يتبقى كمية وخمسين ناقص تسعين يتبقى ستين الف سهم يبقى انا هاعمل كام قد يا مستر اربع قيود اللي كلكم حفظتوها وحتى اللي في الاستوديو حفظوهم وكل واحد قاعد قدام الحلقة قدامي حفظوهم وبيكتبو كل الاولاد والبنات اللي موجودين معايا حفظوهم يلا بقى من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين فيه تسعين الف سهم فيه اربعين واضرب تسعين الف فاربعين تطلع تلاتة مليون وستمائة الف طب ما طلعتش ليه رأس المال عشان فيه جزء للمؤسسين وجزء للمكتبين يبقى الرقم هيختلف يبقى من البنك للمؤسسين اكتتاب المؤسسين في تسعين الف سهم القيمة الاسمية كام اربعين القد اللي بقى دي من المؤسسين لرأس المال هقول ايه بقى اصدار تسعين الف سهم القيمة الاسمية اربعين جنيه برضو بتلاتة مليون وستمائة الف بعد كده من البنك الى المكتبين اكتتاب الجمهور فيه ستين الف سهم القيمة الاسمية اربعين بقى ستين الف فاربعين باتنين مليون واربعمائة الف جنيه قد اللي بعديه من المكتبين الى رأس المال اصدار ستين الف فاربعين يبقى المؤسسين خدنا لهم التسعين والمكتبين خدنا لهم الستين عايزة تأكد ان مسألتي صحة قبل مخرج من الامتحان اجمع ايه رأس المال تلاتة مليون وستمائة الف زائد اتنين مليون واربعمائة الف يبقى ستة مليون جنيه هو رأس المال كان ستة مليون جنيه ايوه يا مستر ايوه تمرين تانية اولاد معلش انا مطول في الجزء الاولين عشان ده الاساس اللي هنبني عليه بقيت حلقاتنا بيقولي في اول يناير 2020 تأسست احدى الشركات المساهمة برأس مال قدره اربعة مليون جنيه رأس المال اربعة مليون جنيه مقسم لأسهم اقيم الاسمية ميت جنيه اكتتب المؤسسين في الحد الاقصى لهم من أسهم رأس المال ما قاليش بقى المؤسسين خدوا كام والمكتتبين خدوا كام بس اعطاني حاجة قال لي المؤسسين خدوا الحد الاقصى فاكرين انا قلت الحد الادنى والحد الاقصى دلوقت الحد الادنى المؤسسين ما يقلوش عن 50% والحد الاقصى بدل فيه مؤسسين ومكتتبين يبقى الحد الاقصى كام 75% يبقى نضرب هنا في كام في 75% بس ما قاليش 75% بس قال لي الحد الاقصى بس انا فاهم وحافظ ومذاكر ان الحد الاقصى كان 75% وترحى الباك للاكتتاب العام مع سادات قيمة السهم مرة ايه واحدة وشرت الشركة بتاريخ 1-24-A-20 المطلوب قيود الايه اليومية يلا ياولاد رأس المال كان 4 مليون القيمة الاسمية 100 نقص عدد الاسهم هقسم الاربعة مليون على المية يطلع عدد الاسهم 40 ألف انا عايز زد المؤسسين كام والمكتتبين كام هو قال للحد الاقصى قلنا الحد الاقصى كام في المية 75% يبقى 40 ألف في 75 على مية طلع 30 ألف يبقى المؤسسين خدوا 30 ألف فاضل كام من الاربعين بقى المكتتبين ياخدوا كام اقول الاربعين ألف نقص التلاتين ألف هياخدوا عشر تلاف سهم كده هعمل كام كيد يا مستر ايمان خلاص بقى في مؤسسين ومكتتبين يبقى انا هعمل كام كيد اربع قيود كلنا حافزينهم انا هسكت وانتو تقولوا من حساب ايوة البنك الاحساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين اخد المؤسسين بس خدوا كام 30 ألف في مية يطلع تاتة مليون القادة التاني من حساب ايوة الاحساب من حساب المؤسسين الاحساب رأس المال برافو عليكم كلكو كلكو مفيش حد مش بيقول معايا كله شايفكو شاطرين وحافزين الكيوت يبقى من المؤسسين لرأس المال اصدار 30 ألف في مية كده اللي بعديه من حساب البنك الاحساب المكتتبين اكتتاب الجمهور 10 ألف في مية بمليون كده اللي بعديه من المكتتبين الى رأس المال اصدار 10 ألف في مية يطلع مليون عايزة تأكد مسألتي صح يا مستر أيمن اجمع رأس المال 3 مليون ومليون يبقى 4 مليون وكان رأس المال 4 مليون التاريخ هكتب تاريخ التكوين ولا تاريخ تسجيل الشركة اشهار الشركة ايوة هو قال لي اشهاره في 1 أربعة يبقى بكتب 1 أربعة برافو عليكم ناخد تمرين تاني واعتقد ده التمرين اللي هيبقى الاخير في موضوع ال اسهم اللي هو على مرة واحدة فاض وقتها هديكوا الاقصاط ما فاضش وقتها خلي الاقصاط للحصة الجاي او الحلقة الجاي بيقول لي في 15 21 21 تأسست احدى الشركات المساهمة برأس مال مقسم الى 200 ألف سهم رأس مال مقسم الى 200 ألف سهم ده رأس مال ولا عدد أسهم عدد أسهم قيمة اسمية 25 جنيه كده بناقس ايه نقس رأس المال هضرب المتين ألف في كام في 25 بس قال لي اكتب المؤسسين المرة دي في الحد الأدنى المرة اللي فاتك كان قال لي الحد الأقصى كان 75% طب الحد الأدنى كام يا مستر ايمن 50% من أسهم رأس المال وكتتب الجمهور في باقي الأسهم سددت القيمة مرة واحدة واشهرت الشركة في 1 4 21 هكتب 15 1 ولا 1 4 هكتب 1 4 21 المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة هنبتدي نعمل رأس المال طيب رأس المال هيساوي ايه يا مستر ايمن هيساوي عدد الأسهم في الكيمة الاسمية برأس المال هيساوي ايه عدد الأسهم في الكيمة الاسمية يبقى 2 مليون 200 ألف سهم 200 ألف سهم في 25 يبقى رأس المال هيساوي عدد الأسهم في الكيمة الاسمية 20000 في 25 شايف بنت شاطرة طلعت القلة قيت ليسوي 5 مليون جنيه ده رأس المية بس احنا بناخد رأس المال ونا بناخد عدد الاسهم عدد الاسهم وقلنا المؤسسين الحد الأدنى ما يقلش عن كم في المية عن 50 في المية طب 200000 يعني نص المتين ألف نصهم كام يبقى على الاتنين أو اضرب في 50 على 100 يبقى المؤسسين خدوا 100 والمكتبين خدوا زيهم يا ولاد 100 يبقى لما يقولي الحد الأقصى اقول 75 في المية للمؤسسين والحد الأدنى 50 في المية وقالي الحد الأدنى فانا خدت 50 في المية طب يا مستر ايمن ده فيه مؤسسين ومكتبين يعني اكتتاب مشترك يعني نعمل كم قيد يعني نعمل اربع قيود حلو خالص ادي الاربع قيود نقولهم مع بعضينا من حساب البنك الى حساب المؤسسين اكتتاب المؤسسين في 100 ألف سهب فيه القيمة الاسمية 25 أضرب 100 ألف في 25 يطلع 2 مليون ونص القيد اللي بعديه من حساب المؤسسين الى حساب رأس المال هقول ايه اصدار 100 ألف سهب فيه القيمة الاسمية 25 يطلع 2 مليون ونص نرجع تاني نعيد نفس القيود من البنك بس نشيل كلمة المؤسسين وحط مكانها المكتتبين يبقى من حساب البنك الى حساب المكتتبين اكتتاب الجمهور او المكتتبين في كام برضو في 100 طب ما المؤسسين خدوا 100 ما هموا الاتنين كانوا قد بعض يا ولات ده 100 وده 100 100 ألف في 25 يبقى 2 مليون ونص يبقى القد اللي بعديه من المكتتبين لرأس الايه المال اصدار 25 ألف في كام في مياه 100 ألف في 25 بـ 2 مليون ونص عايز اتأكد ان مسألتي صح اجمع رأس المال يطلع كام 5 مليون جنيه نديكم كمان مسألة عشان نركز مع بعضينا ونعرف نحل انا عايزكم تحلوها دي اولاد ولو في افكار جديدة في المسائل اكتبونا على صفحة البرنامج وهجاوب لكم على كل اسئلتكم ما تخافوش انا متأكد ان انتم مركزين اوي السنة دي وعايزين تجيبوا مجموع يلا بقى في المسألة الجديدة دي في اول مايه وعشرين وعشرين تكونت احدى الشركات المساهمة برأس مال المقسم الى 80 ألف سهم خلاص عارفنا بقى سهم بعدد اسهم مش هسألكو كل مرة كلمة اسمية خمسين طب هسألكو بقى ممكن الكلمة الاسمية تبقى بالسه لا الكلمة الاسمية تبقى بالجنيه طب ناقص ايه في المسألة دي ناقص عدد الاسهم ولا رأس المال ناقص رأس المال يبقى اضرب 80 ألف في خمسين عشان يطلع رأس المال لأربعة مليون جنيه قال لك تاتب المؤسسين في سبعين في المية من الاسهم ما قاليش لحد ادنى ولا حد اقصى هو اعطاني النسبة جاهزة اقول له شكرا قطر خيرك وترح الباقل الاجتتاب العام وتم الاجتتاب في جميع الاسهم وصددت القيمة مرة واحدة في البنك وشهرت الشركة في تاريخ 1-7-21-21 المطلوب قيود الايه اليومي تعالوا نعمل تمهيد المسألة هنقول ايه بها في تمهيد الحال هو مش مديني رأس المال احنا كاد منقط طب مديني عدد الاسهم ولا مش مديني عدد الاسهم مديني عدد الاسهم 80 ألف سهم طب مديني الكمة الاسمية مديني الكمة الاسمية طب لو انا عايز رأس المال بضرب ايه في ايه بضرب عدد الاسهم في الكمة الاسمية 80 ألف في خمسين باربعة مليون قد المؤسسين كام 70% 70% من الاربعة مليون ولا من التمانين ألف برافو عليكي انت مركزة من العدد الاسهم مش من رأس المال طب ما هو كان عايز رأس المال اهو كان عايز رأس المال انا جبته لكن لما باجي قد المؤسسين بديهم من اللي عندي انا إيه اللي عندي اللي هو الأسهم اللي هو عدد الأسهم 80 ألف في 70 عالمية يطلع 56 ألف يبقى المؤسسين خدوا 56 ألف يتبقى كيف هقول 80 ألف ناقص 56 اللي خدوها المؤسسين يبقى أنتوا يا مكتبين هتاخدوا 24 ألف هنعمل القيود من البنك للمؤسسين أيه خلاص حفظناها ومن المؤسسين لرأس المال ومن البنك للمكتبين ومن المكتبين لرأس المال المؤسسين بال 56 والمكتبين بكام بأربعة وعشرين ألف وضربناهم في كام في القيمة الإيه الإسمائية أنا بشكركم على انتباهكم وأنا عارف أن أنتوا كتبتوا ورايا كل المسائل وأنا عارف أن أنتوا مركزين أنا بشكركم على انتباهكم الكبير وبشكر القطاع التعليمي الفني اللي موفر لنا قناة بنتعلن فيها وإحنا قاعدين في البيت مش بنعمل أي حاجة قاعدين قدام التلفزيون أو قدام الحلقات لما بتتعادت وبنكتب وبنحل مع بعضنا طب عندنا تساؤل مع مدرسينك في المدرسة قلوا الحلقة كان فيها كذا عايز أسأل أو ابعت لنا على صفحة البرنامج على الفيس أو على اليوتيوب اليوتيوب وإحنا هنرد عليك بنشكر قطاع التعليمي الفني وبنشكر كل القيادات اللي موفر لنا قناة نتعلن فيها وبنشكر قطاع التلفزيون رئيس التلفزيون والمخرجين والمعدين اللي بيخرجونا الحلقات بشكل مميز عشان نستفاد منها ونحل منها كتير أنا بشكركم وإلعا نلتقي في الحلقات قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته